اشتركوا في القناة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بنفس راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب عامرة بالايمان يملأها الحزن والاسى يرفع مجلس الوزراء الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه خالص التعازي وعظيم المؤساة والى الاسرة المالكة الكريمة والى مواطني مملكة البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله لقد فقدت مملكة البحرين والمنطقة والعالم العربي والاسلامي بوفاته قائدا حكيما منح عمره وأفنى حياته في خدمة مليكه ووطنه عبر مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والإنجاز سيسجلها له التاريخ بأحرف من نور واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز اسهامات فقيد الوطن الراحل في بناء مملكة البحرين ونهضتها وازدهارها بالمنجزات والمكتسبات التي عززت تقدمها ولبت احتياجات مواطنيها في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وسيبقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رمزا وطنيا خالدا في ذاكرة الوطن لسيرته الحافلة بالعطاء والبذل والخير والتضحية من أجل بلده في كافة الميادين مبتهلا المجلس إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته وإنا لله وإنا إليه راجعون ووفق البيان الصادر من الديوان الملكي ستقتصر مراسم دفن جثمان الفقيد الراحل رحمه الله يوم غد الجمعة على عدد محدد من الأقارب الذين سيتم إبلاغهم بذلك كما سيخصص يومي السبت والأحد لاستقبال المعزين الرسميين من خارج مملكة البحرين ورفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء أسمى آيات الولاء والامتنان على ثقة جلالته الغالية بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء مؤكدا سموه على العمل برا وعطاء وحرصا على حمل الأمانة ومتطلبات المسئولية الوطنية لترجمة رؤى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه واقعا ملموسا بتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجاز لصالح الوطن والمواطن وأشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الراحل ومآثره مستذكرا سموه باعتزاز وتقدير كبيرين العمل عن قرب وكثب مع فقيد الوطن في إدارة دفة العمل الحكومي مشيدا سموه بإسهامات الفقيد الراحل رحمه الله في الإنجاز والبناء خدمة لجلالة العاهل المفدة ورفعة البحرين وازدهارها وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تمنياته لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله بدوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي بمشاركتكم التعبير عن مشاعر الحزن والألم لوفاة فقيدنا الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله كان رحمه الله قائدا لهذا المجلس لما يقارب الخمسين عاما وهب حياته كلها لخدمة البلاد بحكمة ومقدرة بذل وقدم في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله وصولا إلى العهد الزاهر عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه كان معنا في هذا المجلس هو الأب والأخ والصديق والموجه يعطي كل منا حقه في المساهمة والبذل في خدمة الوطن رحم الله خليفة بن سلمان واسكنه فسيح جناته هذا ويطيب لي يا صاحب السمو أن أشيد بالأمر الملكي السامي بتعينكم رئيسا لمجلس الوزراء فأنتم خير خلف لخير سلف وبالثقة التي أولاكم إياها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة قائد البلاد وراع نهضتها وتقدمها حفظه الله ورعاه داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويأخذ بيدكم لحمل رسالة البناء والتقدم والازدهار إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته